اوكرانيا تضع بوتين المطلوبة الاول والكريملين يرد خسم اردوغان يرفع شكوى ويطالب بتعويض مليون ليرة سرقة مليون دينار من منزل في مدينة السماء والعراقية المرض اكس وباء قادم اكثر فتكا من كورونا هذه الاخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة الحدث فاهلا بكم اهلنا نائب رئيس الاستخبارات العسكرية الاوكرانية وضع رئيس الروسي فلاديم الفوتين على رأس قائمة المطلوبين لكييف وعلى الفور رد الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف على تصريحات كييف واصفا اياها بالارهابية ومبررا للعمليات العسكرية الخاصة هذا واعتبر المسؤول الروسي ان تواغل قوات بلاده في قلب اراضي الجارة بات اكثر من مبرر حيث غد ضرورة بعد تصريحات كييف وفق قوله رفع كمال كيلشدار اوغلو الذي ينافس رجب طيب اردوغان في الدورة الثانية في الانتخابات الرئاسية التركية شكوى ضد رئيس التركي بعد بث مقطع فيديو يربطه بمقاتلي حزب العمال الكردستاني هذا وغرد محام حزب الشعب الجمهوري بزعامة كيلشدار اوغلو قائلا انهم قدموا شكوى مضحا انه يطالب بمليون ليرة تركية اما يعادل نحو سبعة واربعين الف يورو هذا وكان اردوغان بث خلال تجمع كبير في اسطنبول في السابع من ما يومقطع فيديو قصير يظهر على حد قوله كيلشدار اوغلو يسير يدا بيد مع حزب العمال الكردستانية المنظمة التي تصنفها انقرة وحلفاؤها الغربيون على انها ارهابية نقلت وكالة الشفق نيوز عن مصدر الامني قول حين منزلا تعرض للسطو المسلح بمدينة السماوة مركز محافظة المثنى واضح ان المسلحين مجهولين نفذوا عملية سطو مسلح على منزل احد المواطنين في منطقة حي الحسين بمدينة السماوة العراقية اضح ان النصوص قاموا بسرقة مليار دينار عراقي من المنزل ثم لادوا بالفرار الى جهة مجهولة جنحت سفينة ترفع على مهو كونغ لفتاة وجيزة اليوم في قناة السويس المصرية على الرغم من ان السلطات قالت انها تمكنت من اعادة تعويمها بعد ان اعطلت الممر المائي مؤقتا هذا وقالت الوكالة المشرفة على الممر المائي في باريانين ان السفينة شينهاي تونغ جنحت عند المدخل الجنوبي للقناة قبل الفجر وعطلت اربع سفن اخرى وراءها هذا اضفت انه تم سحب السفينة الى منطقة اخرى بواسطة ثلاثة زوارق بعد ساعات لسبب عطل طارئ وان المرور في القناة عاد لطبيعته بعد اسابيع من انهاء حالة الطوارئ العالمية المتعلقة بجائحة كورونا اطلقت مرضمة الصحة العالمية تحذيرا من ان المرض القادم سيكون اكثر فتكا من وباء كورونا هذا اعطلت المنظمة الدولية عن احتفاظها بقائمة قصيرة من الامراض ذات الاولوية التي يمكن ان تسبب وباء قاتلا في المستقبل اضافت نموذة بالامراض باتت معروفة بالفعل كابولا وسارس وغيرهما الان تطورا اخيرا طرأ قد ينذر بانه يحمل الوباء القادم اسم المرض اكس وفق لصحيفة تليغراف